اشتركوا في القناة مثلا عنده هذه نسبة الصوت هذا اعلى حد عندنا في النظام فبالتالي اذا كان اعلى حد عندك في النظام يعني طالع بشكل ضعيف او سماعات تظهرها بشكل ضعيف هذا البرنامج يقويه بمستوى المستوى مشابه للضعف او قريب من ضعف الصوت وهو موجه للناس اللي عندهم السماعات ضعيفة مثلا زي اصحاب الماكبوك او الماكبوك اير لان صوتها ضعيف مقارنة بالايماك او الماكبوك برو وايضا يقدرون يستخدمون اصحاب الايماك او الماكبوك برو اذا كان عندهم مثلا ملفات صوتية صوتها ضعيف او افلام صوتها ضعيف او يبغون يرفعون صوت الالعاب بشكل اكبر والاخر يعني اي شي عندك صوتها ضعيف تبغى ترفعه باكثر من الصوت الاعلى والافتراضي للنظام تستخدم هذا البرنامج والبرنامج جدا جميل ويعطونك فلصة تجربة هنا تحت والجميل في البرنامج قيمة البرنامج مقارنة باداءه يعني قيمته ب4.99$ يعني جدا رخيص مقارنة باداءه ومن استخدمته صراحة جدا جدا رائع وفي الغالب اذا جيت انت عندك نغمة صوتها ضعيف وجبت البرنامج ثاني وحبيت انك ترفع صوتها لابد انك تلقى الضجيج او النويز في الصوت لكن مع هذا البرنامج نادر جدا حصل نويز اذا رفعت اي مقطع صوت حتى انه يوفر لك هذا الخدمة اذا كان عندك ملفات صوتية تبغى توديها للايباد او الايفون او الايبود تقدر تسحب الملف الى البرنامج واذا سحبت الملف الى البرنامج راح تقوم برافع الصوت في اي مستوى تبغى يعني تبغى تعليه لاي مستوى تبيني خلونا نشرح البرنامج اول ما ثبت البرنامج راح تحصله في المنيو بار هنا هنا المقياس الصوت عندك وفيه اختصار لوحة مفاتيح راح نتكلم عنها نضغط على الايقونة التالية ونروح الخصائص للبرنامج اول ما نروح خصائص للبرنامج راح نلاحظ هذه الخيارات اول خيار تعطيل وتفعيل رفع الصوت وهنا مقياس الصوت طبعا هنا الايقونة اذا حطيتها عند هذا الحد يقول لك البرنامج في الغالب خلونا نقصر الصوت لاني استخدم سماعات خارجية اللي هي بوز راح يصير فيه زاد طيب اذا حطينا عند الايقونة هنا هنا يقول لك في الغالب اذا رفعت الصوت الى هذا الايقونة ما راح يحصل ضجيج لكن اذا رفعته الى هذا الحد حتى الايقونة تبين انه بيطلع ضجيج في الصوت فخلونا من هذه الايقونة واقل نعلي الصوت والشي الثاني هي التأثيرات مثلا تشوف فيديو تحط التأثير الموبي تسمع موسيقى تحط تأثير موسيقى والآخر يعني يغير لك تأثيرات الصوت وفعلا وانا شغل موسيقى وحطيت على الموسيقى يطلع لي الصوت بشكل اوضح واحلى من الصوت الاصلي خلونا نفعله نعطل اثنتين الخيار التالي واللي قلتلكم عنه انك تقدر اضيف اي ملف صوتي وترفع صوته ومن هنا تحدد تبغى باي درجة ترفع الصوت ويدعم هذه الانساق التالية خلونا نروح الخصائص البرنامج نروح بريفيانسيس الخاص بالبرنامج ثم نروح الجنرال الجنرال هنا start boom at login يعني فتح البرنامج مع فتح النظام وهنا تحدد مكان الملف بعد رفع صوته يعني مثلا جبت اي ناغمة اي شي واسحبتها للملف ورفعت صوتها فبالتالي راح يوديها للملف وهذا يقول لك اذا بشكل تقايا راح يكتبها لك عشان تميز اسم الملف الشي الجميل الاخر اللي هو اختصار الكيبورد ضغط shift command زاعد يرفع لك الصوت تبع البرنامج اذا حطيت اناقص ينقص الصوت تبع البرنامج وهنا اذا حبيت تحذف البرنامج في اي وقت من الاوقات خلونا اول شي نجرب خاصية تحويل الصوت يعني نجيب هذه الاغنية ونسحبها للبرنامج اول ما نسحبها للبرنامج نرفع صوت الاغنية ونضغط boots راح يحولها يوديها للملف اللينا حددناه في السابق انتهت عملية رفع صوت الملف على الحين خلونا نجرب وش يسوي لصوت النظام يعني الان هذا البرنامج اذا رفعنا صوته راح يرفع لنا صوت النظام بالكامل في الالعاب راح يرفع صوت الالعاب اذا شفت يوتيوب من المتصفح راح يرفع الصوت اذا سمعتون سيقة من الايتونز راح يرفع الصوت اذا شفت فيديو بالكوك تايم راح يرفع الصوت يعني بتاع كله خلونا نجرب ونشوف مقياس والاديو ريكوردينج طبعا حطيته عشان تشوفون فرق يمكن ما تحصلون الفرق في الفيديو مع صوت الفيديو فبالتالي بيكون المقياس هو الدليل لرفع الصوت اي اغنية نشغلها مثلا خلونا نشغل الاغنية التالية خلونا نسكرها ونجيب البرنامج نروح الحين هم عطل وراح اشغله وركزوا على منقياس الكوك تايم عشان تشوفون الفرق بين التعطير والتفعيل موسيقى في المولد مراجيح وعياتي ووشوش ترويج عما هارة مضوح بكلام بسموح لاحطوا الفرق في الصوت يعني جدا جدا رائعة طريقة طيب خلونا نشوف الملف اللي رفعناه ونشوف الفرق في الصوت بينهم طيب طبعا الحين اننا معطلين البرنامج عشان نشوف الصوت الاصلي للنظام عشان يعني ما يصير عندكم لبس نروح للميوزيك ثم بوم ثم هذه الاغنية الاصلية مشبر انايا طيب خلونا نشوف هذا الصوت الاصلي نجيب الاغنية من نفس الملف عشان ما يختفى الكوك تايم هذا الصوت الاصلي موسيقى موسيقى وهذه الاغنية اللي رفعنا صوتها موسيقى 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 زي ما شفنا الوضح يعني الفرق واضح جدا بين الاصلية وبين اللي رفعنا صوتها فاتمنى يكون البرنامج يعني مفيد للجميع خلونا نجرب طبعا نرفع الصوت باستخدام يطلع لكم هذا الشكل التالي نرفع صوتها ولا نوضيه بالكامل يعني ما نستخدمه فاتمنى يكون الشرح مفيد للجميع ومفيد للناس اللي سماعاتهم ضعيفة او ملفاتهم الصوتية او الفيديو ضعيف فبالتالي راح يساعد انك ترفع مستوى صوت النظام الى اعلى من الحد الاعلى الافتراضي لنظام الماك او انه يرفع لك مستوى صوت الملفات الصوتية اللي تبغى ترفع صوتها باقل ضجيج ممكن لاني بعض احيان في نغمات يكون صوتها واطي اذا استخدمت اي برنامج اخر اجيب الملف اجي ارفع صوتها ثم احفظه من جديد لكن هناك ضجيج لكن جربتها مع الايفون نغمات الايفون فعلا الضجيج اقل بمراحل من البرامج الاخرى ويلا يعطيكم العافية